انا مهتن العالمين بهذا القدر الان تقدمات تحضير كثيرة وحساء فيها الفرينة سفيق اون فيها حتى تباع يتشري في العلم على biblical حتى تباع كيلوتاع الفارينا كمية كبيرة كيلوتاع الفارينا كيس تعنخالة كيس تعلاتي زيت زيتون بوت عياور طبيعي زوج الغرف خمارة عجين وحدة خميرة كميائية مغرفة سكر عادي نصف مغرف سانوج هذه المقادير المذكورة سوف تضيف ملعقة ملح وعيد المقادير هذه خمسة في النخالة حتى ترمد من الفوق لا يتمسح كما نقوله بالبيض يترمد مباشرة في النخالة يجوغي خبزة صغر هنا كيلوة الفارينا تضيف كاس ملعقة ملعقة كاس من الأحسن مغرفة السكر قم المغرفة مغرفة كيميائية نصف مغرفة سانوج هذه المقادير المذكورة سوف تضيف هم بطاياور طبيعي ديري قدامك المدافي وملعقة ملح تعجن العجينة جيدا العجينة طالية وتتخمر ثلاث مرات تشكل كريات كمتع المسمن ترمد كل الكرية في انخالة ترمد كل الكرية في انخالة هنا لاني قلت باللي رها تباع تباعها معلبة تتباع عادي هنا خلي كريات انخالة يخمره ومبعد كريات خمره طيبهم في الفرن سخون حتى تتحصل على خبيزات انخالة من اروع ما يكون هاد الخبز راح صحي مئة بالمئة ويتقدم مع حساء انتع الاكلية للجبل شهية طيبة بالتوفيق ان شاء الله نعم حبابنا مازلنا متواصلين معكم مازلنا متواصلين مع الوصفات قد تبلي اليوم ان شاء الله صحية مئة بالمئة مدبية تركزوا معها وان شاء الله تبقوها وطيبوها لوليداتكم ورب يرفع علينا البلاء قموا امين يا رب العالمين اكثر من الدعاء اكثر من الدعاء قدنا الدعاء ورب ان شاء الله باذن الله الرحمن يكون في عد حسن ضمن اكيد 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 رب العالمين